نوصل مساج هلأ أنه كل شخص فينا لما يصير ابنه عمره سبع سنين وجب أنه يزور طبيب التقويم هذا هو العمر المثالي يعني بمعنى في أغلب الحالات ما رح نتدخل بعمر سبع سنوات رح تكون عبارة عن نظرة عامة إلا لو كان في بعض المشاكل اللي هي يعني بتأثر على نمو الفكين يعني في بعض الحالات اللي لدينا تضيغ في أحد الفكين فيهم سميها عضة معكوسة ممكن تأدي لإزاحة إذا استمر النمو بطريقة خاطئة علاج هذه المشكلة رح يكون أفضل على عمر أفضل فتدخل بيكون غالبا بهذا العمر ومسميه انترسبتف انترسبتف هي بعض الحلول البسيطة اللي هي قد تكون في نصائح للأهل إذا كان في بعض العادات عند الطفل مثل مثل المص الأصبع يعني عادات معينة ممكن تأثر على النمو الفكين ممكن تكون عبارة عن النصائح بعض المرات ممكن تكون بعض الأجهزة الصغيرة اللي هي حافظ مسافة ممكن نساوي خلع لبعض الأسنان في توقيت معين عشان نسهل بزوغ الأسنان الدائمة دائمة